نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو ما إذا كانت المحادثات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية ستتمخض عن اتفاق بشأن المحتجزين ورفض نتانياهو الكشف عن أية تفاصيل في هذا الصدد موضحا أن حماس لا بد أن تقبله بحل المنطقي بحسب تعبيره وأضف نتانياهو أنه سيجتمع مع فريقه في وقت لاحق لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس